إمامه عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملاً لهذا الدور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين كان حديثنا في موضوع الإمامة والمجتمع الإنساني حيث قلنا بأن الإمامة تمثل ظاهرة من ظواهر الرسالات الإلهية طيلة التاريخ الإنساني الذي مر به الإنسان وأن هذه الإمامة تارة تتحد مع النبوة فيكون النبي إماماً كما هو في ظاهرة أنبياء أولي العزم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء هذه الظاهرة كانت تارة تتحد مع النبوة كما هي في مثل هؤلاء الأنبياء وأخرى تفترق عن النبوة فيكون الإمام إماماً ولا يكون نبياً ولكنها كظاهرة هي من الظواهر التي لازمت التاريخ الإنساني وذكرنا في تفسير ضرورة هذه الظاهرة أن المجتمع الإنساني يواجه ظاهرة الاختلاف في العبادة وقد شرحناها في الحديث السابق وأن الإمامة تكون ضرورة لمعالجة هذه الظاهرة ظاهرة الاختلاف التي هي أيضاً من الظواهر الثابتة في التاريخ الإنساني كما شرحناه في الحديث السابق الأمر الآخر الذي يفسر وجود الإمامة في التاريخ الإنساني ويجعلها ضرورة من ضرورات الرسالات الإلهية هو وجود الاختلاف في تفسير والتأويل للمفاهيم الرسالية التي تأتي بها الكتب الإلهية وتأتي بها الرسالات الإلهية حيث نلاحظ أيضاً في طيلة التاريخ الإنساني وتاريخ الرسالات الإلهية أن هذه الرسالات الإلهية واجهت هذا النوع من الاختلاف فيأتي الرسول بالرسالة وأحياناً تكون هذه الرسالة مدونة في صحف أو في نصوص معينة تسمى باسم معين كما هو الحال في صحف موسى في صحف إبراهيم عليه السلام التي أشار إليها القرآن الكريم وفي الإنجيل الذي كان الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام وفي التوراة وهو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام قبل عيسى وفي القرآن الكريم أيضاً الذي هو الكتاب الإلهي الذي خص الله سبحانه وتعالى به الرسالة الإسلامية فإن هذه الكتب بالرغم من أنها كانت في نصوص معينة وصيغ معينة لكن مع ذلك واجهت التحريف والتأويل في تفسيرها وفي فهمها صحيح أن القرآن الكريم افترق عن الكتب السماوية السابقة كما أشرنا في حديثنا السابق في أن تلك الكتب تعرضت إلى التحريف في نصوصها وفي ما ورد عن الله سبحانه وتعالى فيها من صيغ معينة وأما القرآن الكريم فلم يتعرض إلى التحريف في هذا المجال وعلى هذا المستوى حيث حفظه الله سبحانه وتعالى لنا بنصه الكامل دون زيادة أو نقيصة ولكن هذه الكتب التي أشرت إليها وإن كانت افترقت عن القرآن الكريم في موضوع حفظ النص حيث القرآن الكريم حفظ نصه وهذه الكتب تعرضت إلى التحريف في نصها ولكن اشتركت هذه الكتب مع القرآن الكريم في أن تأويلها وتفسيرها وتطبيقها على المصاديق الخارجية من المعاني أيضا هذه الكتب جميعا تعرضت إلى هذا النوع من التحريف والاختلاف في فهمها وفي تفسيرها هذا الأمر من الاختلاف أشار إليه القرآن الكريم في الرسالات الإلهية وأشار إليه النبي صلى الله عليه وآله في الرسالة الإسلامية كما أيضا القرآن الكريم أشار إلى ذلك حتى في الرسالة الإسلامية كما سوف أشير في حديث أما فيما أشار إليه القرآن الكريم من ظاهرة وجود هذا النوع من الاختلاف وهو النوع في الاختلاف في تفسير المفاهيم والصيغ الإلهية التي وردت في الرسالة الإلهية فنجد أمامنا عدد كبير نسبيا من الآيات القرآنية الكريمة التي تحدثت عن أهل الكتاب تشير إلى وجود هذه الظاهرة في أهل الكتاب ومن جملة هذه الآيات الشريفة ما ورد من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هنا القرآن الكريم يشير إلى أن الدين الذي جاء من الله سبحانه وتعالى هو دين واحد وهو دين الإسلام ويشير في آية أخرى أن الإسلام كلمة وضعها إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة ولهذه المنة هو السماكم المسلمين من قبل وفي هذه الكلمة كانت موجودة أيضا من ذلك الوقت والدين كله ودين الإسلام حيث أن إبراهيم الذي قال أسلمت لرب العالمين ووصى أيضا بنيه بذلك فالإسلام من حيث المفاهيم من حيث الصياغ من حيث المضمون هو واحد ولكن وقد جاء أيضا هذا المضمون الواحد بأدلة وبراهين وصياغ معينة من قبل الله سبحانه وتعالى لا شك فيها ولا ريب لكن بالرغم من كل ذلك نجد هذا الاختلاف وهذه الفرقة بين أهل الكتاب بعدما جاءهم العلم وجاءتهم الأدلة وجاءتهم البراهين على هذه الحقائق لكن كان هذا الاختلاف بسبب البغي والخروج عن الحدود المطلوبة والضوابط التي يتبع الإنسان في فهم الكلام وفي أخذ هذا الكلام هذه الظاهرة يشير إليها القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة وأيضا يشير القرآن الكريم في آية أخرى يقول وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة البينة قد جاءتهم على الحقيقة ولكن مع ذلك تفرقوا في هذه الحقيقة هذا التفرق إنما كان في تفسيرها وتأويل هذه النصوص وما جاء عن الله سبحانه وتعالى وهكذا ما ورد في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم أيضا هنا القرآن الكريم يقول بغيا بينهم يعني فهنا يشير القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة إلى نوعين من الاختلاف النوع الأول من الاختلاف وهو الاختلاف في العبادة الذي جاءت الكتب والرسالات الإلهية لمعالجته والنوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف في الكتاب نفسه يعني في فهم الكتاب في تفسير الكتاب في تأويل الكتاب هذا أيضا نوع آخر من الاختلاف شهدته الرسالات الإلهية وهكذا هناك العشرات من الآيات الكريمة التي تشير إلى هذه الظاهرة في التاريخ الإنساني وفي تاريخ الرسالات الإلهية والإمامة هنا يكون دورها هو الاستمرار في حركة النبوة من أجل تفسير الكتب تفسيرا صحيحا وتأويلها في تطبيقها على مصادقها تطبيقا صحيحا وكما ذكرنا سابقا أن هذه الإمامة تارة تتحد مع النبوة فتكون في أنبياء تابعين لأنبياء العزم وأخرى تفترق عن النبوة فتكون إمامة بلا نبوة لكن يكون دورها هو التفسير والتأويل للمفاهيم الرسالية التي جاء بها النبي أي نبي كان هذه الحقيقة أيضا لا بد أن نفهمها ونلتفت إليها في تفسير هذه الظاهرة وهذا أيضا يفسر لنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بشأن هذا الاختلاف وما أشار إليه القرآن الكريم القرآن الكريم عندما تحدث عن نفسه وعن آياته قسم هذه الآيات إلى قسمين قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هنا في الآيات المتشابهة يشير القرآن الكريم إلى وجود هذه الظاهرة من الاختلاف وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هنا القرآن الكريم يشير إلى ظاهرة وجود جماعة من الناس سوف يواجههم واجههم القرآن الكريم هؤلاء الناس في قلوبهم زيغ وهؤلاء يحاولون أن يأخذون الآيات المتشابهة فيطبقون ظهورها على معاني أخرى غير المعاني المقصودة للكتاب القرآن وللكتاب المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى وهدفهم من وراء هذا الأمر هو الفتنة ابتغاء الفتنة ويكون ذلك بتأويله تأويلا غير صحيح وغير مطابق للأهداف الرسالية التي جاءت بها الرسالة الإسلامية وهذه الظاهرة كما قلت أشار إليها القرآن الكريم كانت هي ظاهرة واقعية في التاريخ الإسلامي من ينظر التاريخ الإسلامي يجد ظاهرة الإختلاف بين المسلمين في فهم القرآن الكريم وفي تفسير القرآن الكريم وهذه الظاهرة إنما كانت باعتبار وجود هذا النوع من التأويل والتفسير الذي هو على خلاف المقاصد الإلهية والنبي صلى الله عليه وآله يتحدث مع علي عليه السلام تجاه هذه الظاهرة فيقول له أنك سوف تقاتل على التأويل أي على تفسير القرآن وفهم القرآن كما قاتلت على التنزيل النبي صلى الله عليه وآله قاتل على تثبيت أصل نزول القرآن الكريم والوحي الإلهي والرسالة الإلهية والمفاهيم القرآن الأصيلة ولكن علي عليه السلام قاتل على أساس التأويل في هذا الحديث الشريف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله والذي رواه الفريقان طبعا بصيغ مختلفة أذكر أحد الصيغ التي ورد عن سعيد المسيب عن سعيد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي تقضي ديني وتنجز عدتي وتقاتل بعدي على التأويل محل الشاهد طبعا هذه الكلمة وهذه الفقراء وهو أنه تقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل يا علي حبك إيمان وبغضك نفاق ولقد نبأني اللطيف الخبير أنه يخرج من صلب الحسين تسع من الأئمة معصومون مطهرون ومنهم مهدي هذه الأمة الذي يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أوله إذن فهذه الظاهرة يتنبأ بها النبي صلى الله عليه وآله ويشير لأن هذا الاختلاف يبلغ حدا بمستوى أنه ينتهي إلى القتال وهذا أيضا في الواقع الإسلامي يعترف به جميع المسلمين ويقرونه أيضا يعني المسلمون جميعا يعترفون بأن علي عليه السلام قاتل على التأويل وقاتل بعض أصحاب رسول الله وأن الحق في هذا القتال كان مع علي عليه السلام هذه الحقيقة يعرفها كل المسلمين إذن فهذه الظاهرة من الظواهر التي تفرض لزوم وجود الإمامة من أجل إبقاء الرسالة الإلهية على خطها الإسلامي الأصيل وفي مرحلة التطبيق مضافا إلى مرحلة المفاهيم هذا أحد الأمور التي تفسر أيضا ضرورة وجود الإمامة نكتفي بهذا القدم الحديث على أن نشير إلى الأمر الثالث إن شاء الله في الحديث الآتي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبيين إمامة عندما تندمج مع دور النبوة تكون تكاملا لهذا الدور ترجمة نانسي قنقر